كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تفقد عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة المينيا يرافقه عدد من الوزراء وأكد مدبولي أن الجانب الأكبر من زياراته لمحافظة المينيا كان لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية والتي قاربت على إتمام أعمال المرحلة الأولى لها كما اتفقد مدبولي مشروع تطوير مستشفى العدوى المركزي والذي يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك مستشفى صاملوت المركزية والذي يقدم خدمات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان